السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس الممنوع من الصرف وهو من أنواع الكلام الذي يعرب بعلامات فرعية يعرب بعلامات فرعية فما هو الممنوع من الصرف في اللغة الصرف هو التغيير الممنوع من الصرف أي الممنوع من التغيير حرفه الأخير ممنوع من التنوين التغيير بالتنوين هو كل اسم تعريفه هو كل اسم معرض شابه الفعل بوجود علتين أي سببين من تسع علل أي من تسع أسباب فمنع من التانية أو واحدة قامت مقام العلتين مثل أحمد وأحسن ففيهما علتان يعني ممنوعتان من الصرف كلمة أحمد وكلمة أحسن ممنوعتان من الصرف لعلتين للسببين وكلمة مساجد وصحراء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة هنا صغر منتع الجميع مساجد وصحراء لأنها مخطومة بألف التأنيث الممدودة والممنوع من الصرف باب خاص من أبواب النحو باب خاص من أبواب النحو فيه بيان أسباب المنع من الصرف وتوضيع أحكامه أما نحن هنا نتحدث فقط عن المقصود هنا المقصود هنا نتحدث عن الإعراب فقط ولكن لا نتحدث تفصيلاً عن أسباب المنع من الصرف فموضوعنا عن الإعراب فما هو إعرابه وهو موضوعنا الآن يرفع بالضمة وهي علامة أصلية يرفع بالضمة وهي علامة أصلية كقول الله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات مرفوع جاءكم يوسف يوسف فعل مرفوع بالضمة بالضمة الظاهرة عادي بالضمة الظاهرة وهي علامة أصلية في الرفع وينصب بالفتحة علامة أصلية أيضاً علامة النصب الأصلية الفتحة كقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة فإبراهيم هنا اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة وليست علامة فرعية أو مقدرة ولكن الاختلاف فقط سيكون في الجر فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة بدلا من أن نقول إنه مجرور بالكسرة نقول مجرور بالفتحة وهي العلامة الأصلية وهي العلامة الفرعية هنا فقط في حالة الجر وذلك في قول الله تعالى وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن بأحسن منها الباحة الفجر وأحسن اسم مجرور ده القاعدة وعلامة جره ماذا وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لماذا لأنه ممنوع من ماذا ممنوع من الصرف من الصرف طيب نحن نبقى كده نذكركم بالقاعدة في إعراب الممنوع من الصرف أنه يرفع بالضمة يرفع بالضمة ويمصب بالفتحة ها هي ويجر كذلك بالفتحة كقولك بأحسن يبقى العلامة الفرعية في الممنوع من الصرف عند الجر فقط فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ولكن يستثنى من هذه القاعدة مسألتان يجر فيهم الممنوع من الصرف على الأصل بالكسرة على الأصل هناك حالتان لو تحققت إحداهما في الإسم الممنوع من الصرف لا يجر بالفتحة بل يجر بالكسرة على الحركة الأصلية الحالة الأولى أن يكون مضافا يعني بعده مضاف إليه كالقول الله تعالى وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ فكلمة أحسن هنا اسم مجرورة على متجر الكسرة طب يا شيخانا كلمة هناك أحسن مجرورة بالفتحة لماذا؟ لأنها هنا مجرورة بالكسرة لماذا هنا؟ لأنها مضافة إلى كلمة تقويم ففي حرف جر ففي حرف جر وأحسن اسم مجرورة على متجر الكسرة وتقويم المضاف إليه مجرورة من الجر الكسرة وهذا هو السبب جرها بالكسرة لأنها مضافة تقول أحسن هنا مجرورة بالكسرة لأنها مضافة لما بعدها مع أنها من الأسماء الممنوعة من الصرف حالة أولى أن يكون الممنوع من الصرف مضافا إلى ما بعده الحالة الثانية أن تدخل عليه الألف واللام أيًا كانت طالما دخلت عليه الألف واللام تعريفية أو موصولة أو زائدة فيجر بالكسرة كقول الله تعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِي فِي الْمَسَاجِدِي فِي الْمَسَاجِدِي عشان نوضع بس الكسرة ففي حرف جر والمساجد اسم مجرور وعلامة جر لماذا الكسرة ليس الفتحة لماذا مع أن كلمة مساجد صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع من الممنوع من الصرف لماذا لأنه دخلت عليه الألف واللام كذلك لو قلت سألت عن الأفضل من الطلاب الأفضل مع الأفضل ممنوع من الصرف أو أحسن ممنوع من الصرف ولكنها هنا جرت بالكسرة لماذا؟ لأنها دخلت عليها الألف واللام وبذلك ننتهي من الممنوع من الصرف فإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر